قصصك يا فادي دايماً فيها هيك عنصر مفاجأة ايه؟ وبعدين؟ مرحباً صدقائي اليوم رح نحكي عن قصة صيات سمك قابل يسوع وتغيرت حياته كلياً شو صار معه؟ وكيف تغير عمله من صيات سمك ليصيد الناس؟ بس قبل ما نبلش اشتركوا في قناتنا حتى يوصلكم اشعار بكل جديدنا خلينا نبلش بالقصة الموجودة في سفر لوقا الإصحاح 5 كان يسوع واقفاً عند بحيرة جنيسارت والناس يتجمهرون حوله ويستمعون إلى كلمة الله فرأى قاربين عند البحر وكان الصيادون قد خرجوا منهما وراحوا يغسلون شباكهم كان يسوع بعلم كعاته عند بحيرة جنيسارت واللي هي بحيرة طبرية الناس كانت بتجمهر حوالي لأنه بدهم يسمعوا كلامه ويختبروا معجزاته الناس كانت بتعرف قديش كان يسوع بحبهم ويشارك معهم كلام اللي بيعطيهم الحياة شاف يسوع في قاربين راجعين من الصيد وبينطفوا بالشباك هاي الشباك كانت الطريقة اللي بصيدوا فيها السمك في هذاك الوقت أصلاً بعد الهلا في نيز بيستعملوا الشباك لا يصطادوا صح جارنا شو قدنا في جارك هلا كانت الناس بتزحم يسوع وما كان قادر يعلمهم براحته عشان هيك كان بده يستخدم القوارب هاي اللي كان مجهزين لهم مفاجأة ما كانوا متوقعينها أبداً فدخل يسوع أحد القاربين وهو لرجل اسمه سمعان فطلب إليه أن يبعد القارب قليلاً عن البر ثم جلس وعلم الجمهور من القارب دخل يسوع على واحد من القاربين اللي كانوا موجودين هذا الشي بخليه علم الناس براحته والناس كلهم بقدروا يشوفه بدون ما يزحمون هذا القارب كان لرجل اسمه سمعان سمعان ما كان عارف شو اللي رح يصير بحياته بعد ما يخلص يسوع كلامه مع الناس ما كان عارف كيف رح تتغير حياته كلياً لأنه يسوع كان بده إياه ومجهز له خطة لحياته خطة لحياته وشو حلو هالكلمة صعبة استخدم القارب كمنبر حتى يعلم الناس وما كان الموضوع بصدفة كان قصد يسوع أنه يدخل لقارب سمعان كان بده يدعوه دعوة فعالة وكان الوقت المناسب لهاي الدعوة ولما أنهى كلامه قال لسمعان أبحر إلى المياه العميقة وارمي شبكتك للصيد فأجابه سمعان يا معلم لقد أنهكنا العمل طوال الليل ولم نمسك شيئاً بعد ما خلص يسوع كلامه مع الناس إجا وقت المهم الرئيسي كان يسوع بيهتم بالناس جميعاً ولكن عينه كانت وأفكاره على سمعان بنفس المبدأ يسوع بيهتم بكل الناس ولكن عينه وأفكاره عليك أنت مثل ما حكيت كانت هاي اللحظة المناسبة للدعوة لأنه كانوا طول الليل بيحاولوا يصطادوا السمك ولكن على الفاضي كان أفشل يوم في حياتهم المهنية متل وقتها تخلص شغلك وتحس أنك مش عمل شيء غير مثمر صعبة أبداً تخيل أنك تعبان بشغلك طوال الليل بدون نتيجة بيجي شخص يحكي لك يلا جرب مرة ثانية شو رح يكون ردك شارك معنا بالتعليقات كلام يسوع كان دائماً كله كلام نعمة وببث الإيجابية بنفس اللي بيسمعوه وهذا الشيء أثر على سمعان وخلاه يرد بهذه الطريقة ولكن ما خلص رده هون لكن كمل كلامه وقال لكني سأرمي الشباك لأنك تقول ذلك رد سمعان على يسوع بفرجينه أنه كان بيوثق بكلام يسوع لأنه كان بيسمعه وسمع عن معجزاته وقوته ولكن خلينا نفكر بالموضوع شوي منطقياً يسوع كان نجار النجار ما عنده معلومات عن صيد السمك ولكن صياد السمك الخبير سمعان كان بيعرف أكثر بالصيد ولكن نشوف رده وقبل النصيحة من النجار ليك أنا بشوف حالي بسمعان صراحة هيك زيت الأخليق متواضع وتتقبل النصايح من الغير آه صحيح كلك تواضع يا هالي كان ممكن يجادلوا بأنهم عندوا خبر أكثر منه وأنه ما حدا بيستاد سمك بنهار بس سمعان كان قابل للتعليم كان مطيع طاعة مطلقة ليسوع شو رح يصير؟ شو رح تكون نتيجة طاعة سمعان؟ شارك معنا أفكارك بالتعليقات ولما فعله أمسكوا بعدد كبير من الأسماك حتى أن شباكهم بدأت تتمزق كان يسوع بعرف مكان السمك لأنه كلية المعرفة ونتيجة طاعة سمعان كانت النجاح أمسكوا بعدد كبير من الأسماك مش بس عدد كبير ولكن عدد أكثر من ما بتتحمل الشباك لدرجة إنها صارت تتمزق وهاي هي دايما نتيجة لما بنسمع أو بنطيع كلام الرب يسوع يسوع دايما بطلب الناس في وسط أشغالهم الاعتيادية وبنفس الطريقة ممكن تتلقى مع يسوع وأنت بتشتغل شغلك العادي هو بيساعدك لما بتطلبه بيخليك تنجح في عملك إذا اتكلت عليه ولكن النجاح والبركة ما وقفت هون قصصك يا فادي دايما فيها هيك عنص ومفاجأة ايه؟ وبعدين خلينا نشوف شو صار فأشاروا إلى شركاءهم في القارب الآخر لكي يأتوا ويساعدوهم فجاءوا وملأوا القاربين حتى أوشكا على الغرق نادوا على شركاءهم حتى يجوا ويساعدوهم في أنجح يوم بحياتهم الهنية تحول يومهم من يوم فاشل إلى يوم ناجح جدا لك فادي بيقولوا إنه السمك مفيد فيه فوسفور وأوميغا ثري بدأ أكلت سمك شاهيتنا صدقوا أنت شاهيتني كمان صادوا كمية سمك ما كانوا بيحلموا فيها بحياتهم لدرجة إن القاربين كانوا رح يغرقوا نجاح دائما مرتبط بالطاعة تخيل إنه سمعان ما رض على يسوع لأنه عنده خبره أكثر منه بالصيد شو رح يصير؟ أكيد رح يضل بالفشل اللي كان فيه ما كان رح يختبر النجاح سمعان كان أمام فرصة واحد حتى تتغير حياته كليا وأخذ هاي الفرصة واستغلها صح مرات بيجي فرص قدامنا وبنتردد إنه نقبلها لأنه منطقيا ما بتكون صح أو يمكن لأنه خبرتنا بتحكي إنه ما رح تنجح ولكن لما بنطيع الله في اختياراتنا أو بنستغل الفرص اللي بتيجينا صح رح نلاقي النجاح زي سمعان وشركاءه النجاح رح يكون لدرجة ما بنتصورها ولكن رح نكون مبسوطين حتى من المشاكل اللي ممكن تيجي لأنه رح نكون فرحانين وعارفين إنه ماشيين بالطريق الصحيح شو كانت ردة فعل سمعان على اللي صار ولكن شو ممكن تكون ردة فعلك إنت لو صار معك إشي زي هيك شاركنا رأيك بالتعليم أنا بعمل أكبر عشا وبعزم كل الضاعة كبير كبير يا هد فلما رأى سمعان بطرس هذا ارتمع عند ركبتي يسوع وقال ابتعد عني يا رب فأنا رجل خاطئ فقد ذهل وكل الذين معه من كثرة السمك الذي حصلوا عليه وذهل أيضا يعقوب ويحنى ابنى زبدي شركة سمعان ليش حكى سمعان هيك؟ هل هي هاي الطريقة اللي مرد فيها على الشخص اللي بعطينا النجاح؟ سمعان شعر بنقصه وعجزه وخطياء في حضرة يسوع حضور الرب في قاربه وكشف له حقيقته البشرية امتلأ سمعان رهبة قدام هاي المعجزة وكانت استجابته الأولى هي الإحساس بحقارته مقارنة بهذا الشخص العظيم سمعان كان بيعرف انه يسوع بيشفي المرضى وبيخرج الأرواح الشريرة ولكنه اندهش لما عرف ان الرب بيهتم بعمله الروتيني اليومي وانه يسوع بيفهم احتياجه شفت؟ شفت؟ قلتلك انه سمعان مثل متواضح وهذا درس إلنا انه الله بيهتم انه يساعدنا في حياتنا اليومية علاقتنا بالله مش مجرد علاقة خالق بمخلوق ولكن اهتمام شخصي فينا وبعملنا وبكل شي بنعمله الذهول اللي كانوا فيه كان كبير لدرجة انه حس بضعفه ثم قال يسوع لسمعان لا تخف انت من الان فصاعدا صيادا للناس خوف سمعان كان بسبب خطيته اللي انكشفت امامه في حضور يسوع الالهي ولكن يسوع طمنه بسرعة وحكاله ما يخاف لانه رح يصير تغيير في حياته سمعان كان مشغول بعمل اليومي والرب دعاه حتى يصير صياد للناس وانت نفس الشي لما بتستنى ارشاد من الله اعمل احسن شي بتقدر عليه وبكل نشاط من كل القلب في وسط انشغاله بعمل اليومي سمعان كان قادر يميز بين دعوة الله له وبين عمله سمعان كان عنده خبرة كبيرة في صيد السمك واستخدم يسوع هاي الميزة حتى يفهمه المرسلية تابعته دع المسيح سمعان من استياد السمك لا استياد الناس او بكل مئدق اخذ الناس احياء ولكن شو رح يكون رد سمعان هل رح يرفض دعوة يسوع لانه بيعرف حاله خاطئ ومش قدها المسئولية ولا رح يقبل انا بقول بيقبل الدعوة حدا بيصحله ويدبع المسيح بيقول لا تتخيل يا فادي يكون انا وياك بهذاك الوقت ها فكرة في ناس ممكن صحيلا تتبع المسيح وتقول لا خلينا نشوف نشفوه كان رد سمعان فجاءوا بالقاربين الى البر وتركوا كل شيء وتبعوه مش بس سمعان اللي ترك كل شيء وتبع يسوع كمان يعقوب ويحنى ابناء زبدي اللي كانوا شركاء سمعان رجوا على البر وتركوا كل شيء وتبعوا يسوع لو حكالهم يسوع اتبعوني بدون ما يتواصل محب بالطريقة اللي بيفهموها ما كانوا رح يفهموا عليه ويمكن ما كانوا رح يتبعوه مع انه كان انجح يوم بحياتهم ما فكروا انه يستثمروا هذا الشيء لمصلحتهم الشخصية كل السمك اللي صادواه ما كان مهم قدام دعوة يسوع فتركوا حتى السمك الكثير وبنفس المبدأ لا تخلي مغريات العالم تبعدك عن هدف الله لحياتك اصلا اصلا المصاري مباعي لأيمب هاليا صح ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه شو هو هدفك بالحياة وليش عايش حياتك حتى تشبع نفسك وترضي رغباتك ولا عشان تعيش حياة حسب مشيئة الله قبل ما تتبع الله في شرطين اول شي لازم نعترف بطبيعتنا البشرية الخاطئة لانه احنا ما بنقدر نخلص انفسنا بس الله اللي بيخلصنا ثاني شي لازم نعترف بانه كل شي بنعمله هو بدون جدوى لما بيكون بقوتنا الشخصية الصيادين حاولوا كل الليل يصطادوا بدون فايدة يسوع ما غصبهم على اتباعه كان لسه الخيار بيدهم كان ممكن يرفضوا كان ممكن يركزوا على عملهم اللي بلش بالنجاح وركزوا على اليوم الناجح اللي بتسجل بتاريخ عملهم تخيل ما قبلهم يتبعوا يسوع شو ممكن كان يصير بكل بساطة كانوا ظلوا صيادين سمك وبحياتنا ما سمعنا فيهم ولكن بنشوف هون اهمية القرارات في حياتنا الله عطاني عقل حتى نفكر فيه وكل شي بنعمله في الحياة سبب اختياراتنا وقراراتنا الشخصية الله ما بفرض علينا شي ولا وقائع ما بنتحملها ولكن بكل بساطة هو بيسأل وانت عليك تجاوب شو رأيك في هاي القصة؟ رهيبة شي المزعجنا هيك زبعد وعمق اصلا كل قصصك صايرة هيك صايرة هيك؟ انه؟ على طول هيك هل بتشجعك هاي القصة انك تختار تتبع الله وتطيعه بحياتك حتى تنجح في كل اعمالك؟ شارك معنا افكارك بدك تعرف اكتر عن هاي القصة وعن شخصيات مرت بظروف تشبه ظروفك تواصل معنا ورح نكون جاهزين حتى نشاركهم معك اذا بتحب تشوف فيديوهات مثل هاي اشترك في قناتنا ورح توصلك كل الفيديوهات الجديدة ورح تقدر تشوف الفيديوهات القديمة استنونا بقصة جديدة كل اسبوع وبشوفكم المرة الجاي اشترك في القناة